اشتركوا في القناة يلا بينا نشوف الطريقة والمقدير جبت بولة وحطيت فيها اتنين بيضة عليهم بكوين فانيليا اتنين معلقة كبيرة سكر اربع معلقة كبار زيت معلقة كبيرة خمق خل هنحط اللبن هنحط كمية بسيطة مش هنحط كمية كتيرة عشان نشوف الدي ايه هيحتاج قدي ايه معي علبة زبادي دي لو متوفرة لو مش متوفرة ما فيش اي مشكلة انا حطيتها زيادة في الوصفة لكن هو اصلا الوصفة بتتعجن بلبا بس الزبادي بيدي هشهشة حلوة اوي للعجيب بعد كده هبتدي اقلب الخليط وحط كيس خميرة فورية حوالي 12 جرام او معلقة كبيرة بعد كده هبتدي اقلب الخليط كويس الخميرة تتفاعل مع المكونات كلها لكن احنا هنشتغل فيها على طول ممكن تسيبيها خمس دقايق تتفاعل مع المكونات لكن انت لو متأكدة من الخميرة بتاعتك اشتغل فيها على طول بعد كده هبتدي احط كيلو دي ورشة ملح صغيرة وقلبهم بالمكونات وقلبهم بالمكونات وبعد كده هبتدي اعجل لمدة خمس دقايق ولو العجينة احتاجت لبن هنزود لان العجينة هعجلها على مرحلتين اول مرحلة هعجلها لمدة خمس دقايق واغطيها وسبها ترتاح حوالي ربع ساعة بعد كده هبتدي المرحلة التانية بعد مرتاحة الربع ساعة شايفين العجينة هبتدي بقى هجيب ثلاث معالي زبدة طرية بحرارة الغرفة وبتدي اعجنهم فيه لما نحط الزبدة على العجين وانت بتعجيني هتلاقي العجينة اتقطعت منك بالشكل ده بس مع استمرار العجن هتبتدي تلمي معنا وحتبقى زي العسل العجينة تتعجن لمدة عشر دقايق لحد ما يكون ملمسها ناعم شايفين طرية معنا ازاي وزي الملبن هبتدي اعجن فيها شوية المعجنات كلها والبريوش بيحتاج عجن لمدة عشر دقايق شايفين العجينة هي بتلزق شوية انا بليت اي دي زيت بسيط وحاولت اقلم العجينة كل ما العجينة بتكون طرية كل ما يطلع معاك البريوش هش وخفيف بعد كده حطتها في بولة وحسيبها تخمر حوالي ساعة او على حسب درجة حرارة الغرفة عنها بعد ما اختمرت معانا بالشكل ده هبتدي اقسمها جزئين انا جزء هعمله سادة والجزء التاني هحشيه جبنة هبتدي ارش الروخامة دقيه بعد كده هبتدي افرد العجينة بعد ما فردتها انا عندي انا عندي جبنة تكون طرية جدا اي نوع جبنة موجودة عندك وتقلي بيها كويس وتكون طرية زي الزبدة بعد كده هبتدي احطها في كيس لبن وابتدي افتحه فتحة صغيرة وانزل بيها على العجين زي ما انتو شايفين ابتدي بقى الف العجينة رول يدوب لفتين اتنين بس انا هعمل للبريوش احجام صغيرة مش احجام كبيرة يعني مني بريوش حجم صغير كده على قد النفر ياخد القطع عشان ما تتبقاش بعد كده ابتدي اقطعها بالسكينة احجام صغيرة بالشكل ده وابتدي اقرصها في صوق الفتحة تكون من تحت عشان البريوش لما يبتدي يرتفع في الخم ما تفتحش معنا هعمل واحدة كمان معاكم هبتدي احط الجبنة بالشكل ده وابتدي اقفل عليها زي ما انتو شايفين التقفيلة عشان الجبنة ما تخرجش برا العجينة لفتين اتنين بس الرغيف ده هيعمل معاكم 3 لفات والفرول لفتين اتنين وابتدي اقطعوا احجام صغيرة جدا الاحجام الصغيرة دي لما تخمر وتستوي في الفرن هيبقى شكلها تحفة ودي الكمية اللي انا حشيتها جبنة رستها في صاب ودلوقتي حغطيها واسبها تخمر حوالي ساعة او على حسب درجة حرارة الغرفة بعد كده هبتدي افرد الجزء التاني من العجين انا فردت زي الرغيف الكبير وبتجي الف ورول زي ما انتو شايفينه كده بتضغطي عشان ما يكونش فيه اي هوا من جوه انا حعمل ميني بريوش صغير جدا زي العيش الفين ممكن تفتحوه وتعملوه سندة وتشيت بعد ما لفيته رول بالشكل ده هبتدي اقفل الحرف عشان ما يفتحش مننا ساعة الخمر شايفين انا بقفله ازاي بعد كده هبتجي ألفه لفتين وهبتجي قطعه بالسكينة احجام صغيرة يبقى ايه زي الرغيف الفينه صغنا كده بعد كده هخلص الكمية كلها وارجع لكم ده البريوش بعد ما اختمر شايفين شكله هبتجي بقى ادهن وشه لبن او ممكن بيض على لبن على رشة نسكة فيه دي الكمية كلها من كيلو دي بعد كده هبتدي ادهن الوش وفيه كمان صانية صغيرة فيها بريوش سيدة المتوفر عندك لدهن الوش اعمليه انا جبت لبن وحبتدي ادهن الوش بعد ما دهنه هدخلوا الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة او على حسب الفرن بتاعك وده شكل البريوش بعد ما خرج من الفرن شايفين طارس زي جدا شايفين لما بضغط عليه بيرجع تاني زي القطن بالزبط اول ما يخرج من الفرن تغطيه فوطة لمدة دقيقتين انا دلوقتي هفتح لكم واحدة وحنشوف الطراوة من جوه شايفين طارس زي بسم الله ما شاء الله بصراحة طحفة ممكن تعملي كمية كبيرة وتخزنيها في الفريزل وتطلعيها وقت ما تحتاجيها وده ميني بريوش ده اللي حشينه جبنا هنبتجي نفتح معاكو واحدة بصراحة طحفة هتقوله وشه بيلمع ليه انا بصراحة لما خرج من الفرن انا دهنت وشه زبدة وده اختياري براحتك انتي وده ميني بريوش وغنن زي العيش الفينو بالزبط انا عملته عشان هفتحه وعمله سندة ويتشات ع الفطار شايفين طارس زي وهش جدا يارب يعجبكم الفيديو النهاردة وما تنسوش تعملوا لايك كتير للفيديو ولو اول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة